السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة التفوق بامتياز فضل فيديو ان شاء الله سنقرأوا مجموعين اخر بلاغ وزاري صدرات وزارة التربية الوطنية كيف كتشوف الفوق صدرات نهار 22 يناير هاد البلاغ هذا معلق بالاطار المرجعي دي النازل الاولى باكالوريا والتانية باكالوريا يعني الدروس المقررة في الامتحان الجاوي والامتحان الوطني ندودوا دابا باش نقرأوا اشنو جاء في هاد البلاغ الوزاري سلامتان بوجود مولانا الامام المؤيد بالله وبعد ففي اطار تنفيذ مقتضيات المذكرة الوزارية المشارئة اليها في المرجع اعلى وتماشيا مع مضامين وطائق التوجيهات التربوية والبرامج الخاصة بتدريس مختلف المواد بسلك الباكالوريا يعني الاولى باكالوريا والتانية باكالوريا وتفادي للصعوبات التي تمت مواجهتها برسم الموسم الدراسي المنصرين في تحديد المشارك من الدروس التي تم انجازها حضوريا بفعل التباينات الملاحظة والناتجة عن عدم احتران تسلسل المنصوص عليه في التوجيهات التربوية لانجاز البرامج الدراسية اللي فهمنا من هذه الجزء الاول ان الوزارة عرفات ان ماشي جميع الاساتيدة كملوا الضروس ديال الدورة الاولى سوف تدخل الدورة الثانية. وباقي الأساتذة سوف يكملون الدروس الدورة الأولى. يعني البروغرام ما سيسالي في الوقت دياله المحدد رغم الأساتذة انهم داروا واحد ليفوروا ويزربوا ولا اني ما كملوا الدروس. نكملوا دابع القراءة هذه البلاغ. واستعدادا لتحييل أطر المرجعية واعداد مواضيع الامتحاني الجهوي والوطني الموحد للباكالوريا برسم دورة 2021. يعني هذا شيء كامل كيف يديروه? باش انهم بغوا يوجدوا الامتحان الجوي والامتحان الوطني وباش يوجدوا خاص ضروري انهم يعطوكم انتما اطار مرجعي يعني يقولون لكم اشنا هما الدروس المقررة سواء عد الناس الأولى باكالوريا سواء عد الناس الثانية باكالوريا. نحن كان سنو فارغ صبر الاطار المرجعي. الاطار المرجعي هو اللي غي يقول لنا واش كينا قصة واحدة ولا ثلاثة القصص ونعزلوا ثانية واحدة ولا جوج المهم تحجب قيمة واضحة الى مصدروش هذا الاطار المرجعي دي الناس على الاولى باكالوريا ودية التانية باكالوريا. وفي اطار الحرص على ضمان الانصف وتكافؤ الفرص للمترشحين والمترشحات والاستحقاق عند الاشهاد يشرفني ان اطلب منكم العمل كل في مجال اختصاصاتي على دمان على التقييد التام في التدريس وفي تنفيذ البرامج دراسية بسلك الباكالوريا بالتسلسل الوارد في وطائق التوجيهات التربوية والبرامج الخاصة بتدريس مختلف المواد. يعني انه ميصدقوش درس على درس يمشيوا بالترتيب اللي عاطيهم الوزارة يعني الترتيب اللي كين في المقرار باش متلا الى القلوبة سنغنوقفوا في هاد درس متلا واللي قبل منه هما اللي كينين في الامتيحة الجاوي يكون جميع المناطق في المغرب ديرها هاد الطريقة هادي باش ماشي واحد غايدوز مثلا بشي غمو ما بقي ما وصل فيه مع الاستاد واحد اخر خادمة يعني باش يكون تكافؤ الفرص والتوحد ما يتضلم ويدوز انتحام شي حاجة اللي مقرار يعني قريبا 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 غاديصدروا لنا ان شاء الله الاطار المرجعي باش نيتح نرتاحو نعرفوا الامتيحة الجاوي الامتيحة الوطني اشنو غا يكونوا في وحتى التومات بريباريو على خاطركم ما ينتمنى ان كل شيء بعدها يراجع الدروس ديال الدورة الاولى اللي كانوا خدموه دوسهم فالفروض والى اللقاء في الفيديو مقبل ان شاء الله والى معلومة جديدة اشتركوا في القناة